وإلى المصور الرياضي الأهلي ثكن عسكرية قبل مواجهتي الحص الماولين والزمالك آخر خطوات الفوز بالدوري يوسف لا بديل عن الفوز بالنقاط الست لينتهي مارسون الدوري بالبطولة وإلى جريدة المساء قبل لقاء المقاولون العرب قصرة الجاهزين مشكلة لسارتي في الأهلي المدير الفني يختار اليوم الفريق المسافر للأسكندرية وإلى صحيفة الدستور الأهلي يعسكر لزئاب الجبل ولسارتي يدخل اللقاء بدون تغيرات في التشكيل وإلى الوفد الخطيب يحدد ملامح القائمة الإفريقية بعد لقاء الزمالك الأهلي يحفز لعبي لحسم الدوري ولسارتي يستقر على خطة الماولين وفي المساء أسوة بما حدث في مواجهة الدور الأول 30 فرضا فقط في قمة الأهلي والزمالك اتحاد القرى يدعو الاجتماع طارق لتعديل نظام السعود والهبوط وفي اليوم السابع الاتحاد السكندري يدخل سباق ضم محمد شريف والأحمر يعسكر في برج العرب قبل مواجهة الزئاب والخطيب يكشف عن خطة برنامج عائلة الأهلي ندخل في تفاصيل الأخبار وما كتب عن النادي الأهلي في الصحف بالتأكيد يعني كل الصحف رايحة في نفس الاتجاه الكل بيتكلم عن الاستعداد لمباراة الماولين العرب والبعض اتجه إلى فكرة التجهيز للموسم الجديد مش هتطرك لعناوين الصحف اللي اتكلمت عن التجهيز للموسم الجديد أو القايمة الإفريقية لأنحنا عندنا مشوار مهم جدا خلال الساعات الجاية ماتش الماولين العرب فكرة الحديث عن الصفقات أو القايمة الإفريقية أو الكلام ده ده كلام سابق لأوانه بالنسبة لنا حتى في التوقيت الحالي هيكون بتأكيد يعني مصار الحديث بعد مباراة الزمالك وانت بتستعد لغمار المنافسات الإفريقية لتنطلق إن شاء الله يوم 10 أغسطس بمباراة تمهيدية في دور أبطال إفريقيا لكن الجزئية المهمة تصريح الكابتن محمد يوسف في الأخبار عندما تحدث وقال الأهل يبحث عن النهاية المسيرة بمعنى أدق يمكن الكابتن محمد يوسف قال صوت يعلو داخل صفوف الفريق في التوقيت الحالي على مباراة الماولين والزمالك وتحدث الكابتن يوسف على مباراة الماولين تحديدا وقال جزئية مهمة جدا قال الفرحة ممكن تكون بالنسبة لجماهيري النادي الأهلي بعد نتيجة مباراة الزمالك والجونة لكن داخل الجهاز الفني والإداري هنا في حجم مسئولية ملقاة على عاطقنا لتخطي مباراة الماولين والتركيز الشديد فيها هذه المباراة وده اللي أكدنا عليه في بداية حديثنا في إنترو البرنامج وقال الكابتن يوسف أن برنامج الفريق مستمر منذ العودة من معسكر أسبانيا والاستعداد لمباراة الماولين العارف فبالتالي هناك جهزية وتركيز شديد وإصرار وتحدي داخل صفوف الفريق بغض النظر عن نتائج المنافسين وأيا كانت نتائج المنافسين الأهلي عارف طريقه عارف مشواره عارف أنه في مباراةين يكسب الست النقاط يكسب مباراة ببطل الدوري لكن عنده مباراة أخرى بالنسبة له لها مكسب ولها طعم ولها رونك مختلف مباراة الختام أمام نادي الزمالك طيب فكرة كمان المصور الرياضي يمكن اخترت عنوان قوي شوية في تفاصيله الأهلي سكن عسكرية قبل مواجهتي الحسب فيما معناها أنه خلاص في حظر اكتام كبير على صفوف الفريق في التوقيت الحالي ولا صوت يعلق على صوت مباراتي المعاولين والزمالك داخل صفوف الفريق والجزء ده بيبأ اختصاص أكتر ليه مارتن اللي صارت مع الكابتن ساير عبدالحفيز وبيقدروا ينفذوه بنسبة 100% ومش أول مرة يحصل ده دايما للنادي الآلي معودنا في الفترات الحساسة والحاسمة بيبقى ليه تعامل مختلف مع اللاعبين ومع الجميع عشان يقدر يوصل للنتيجة اللي هو عايزها وكلنا بيبقى في ظهر الجهاز عندما يتخذ مثل هذه القرارات في قفل الصورة على الفريق من أجل تخطي المراحل القادمة وتحيي النتيجة اللي الجمهور بالتأكيد بيرضع عنها وبيبغاها منذ بداية الموسيقى الدستور قالت أن الأهل بيعسكر لزئاب الجبل اليوم ولا صارت يدخل اللقاء بدون تغييرات في التشكيل فكرة التشكيل قلتلكوا يعني الأهل آخر مباراة لعيبة كان من حوالي شهرين بالضبط حوالي 60 يوم فبالتالي ملامح التشكيل مش هتمقواضحة قوي ومش هنقدر نحط التشكيل المتوقع لأن الأهل كان في معسكر في أسبانيا لعي مباراة ودية ما كانش فيه مباراة رسمية آخر حوالي أسبوع أو عشر تيام فبالتالي ما تقدرش تبني عليها ملامح أو تشكيل ونسيلي الجهاز الفني الجهاز الفني عارف هيعمل إيه وعارف إزاي هيبدأ في المباراة والفترة دي أنا إن شاء الله على المستوى الشخص متنبدأ ومتوقع أنه لو صارتي شاف الفرقة بشكل أفضل وكان فيه فرصة أنه يتعايش مع اللعيبة بمساحة وقت أطول عن مجيب وسط الموسم في شهر يناير الماضي زي ما قلت لكم ممكن الوفد باقي الصحف بتتكلم عن الاتحاد السكندر عايز محمد شريف الوفد بتتكلم عن الخطيب بيحدد ملامح القائمة الإفريقية أنا قلت لكم طبعا الصحف بتحاول قدر إن كان توصل للمعلومة وده حقها لكن طبعا لا صوت يعلو داخل سوء الفريق في التوقيت الحالي على مباراة المولين والزمالك وبعد كده بقى فيه تحضير للموسم الجديد سواء من ناحية الموسم الإفريقي أو حتى الموسم المحلي طيب ده كان كلام الصحف وكلام الجرائد عن النادي الأهلي ما كتب في المواقع الالكترينية عن النادي الأهلي نخرج نشوف في العنوين النهاردة إيه اللي كتب عن الأهلي في المواقع نبدأ من الشروق الأهلي يؤكد جاهزية السلاسي المصاب قبل مواجهة المؤولين وفي اليوم السابع عمار حمدي يعرض نتيجة الأشاع على طبيب الأهلي وإلى الوطن سبورت الأهلي يعدل مراني الاستعداد للمؤولين ويستعين بالفجن ومن موقع يلا كورة قبل مواجهة المؤولين ما الذي تغير في الأهلي عن آخر مباراة بالدوري وفي موقع فيتو الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقاته لبعد حسم الدوري ومن موقع في الجول الأهلي معلقاً على صورة متدولة للتعاقد مع أفشة لا تخصنا ومن موقع كورة ماذا يفعل الأهلي أمام أبنائه في الدوري المصري وأخيراً وليس أخيراً موقع يورو سبورت عربية بعد اقترابه مرة أخرى بطولات شهد التتويج الأهلي بعد رمونتادة مستحيلة المواقع الإلكترونية فيها موضوعات ممتازة بصراحة لأن فيه ثلاثة تقارير اللفت وانتباهي وأنا بقرأ الورق موقع يلا كورة وموقع كورة وموقع يورو سبورت عربية اهتموا جداً بالنحية التقريرية وده بيبقى فيه اهتمام شديد جداً حتى بالنسبة للقارة عشان يعرف استعداد الأهلي سواء في الفترة الأخيرة إيه اللي تغير في الأهلي في الفترة الأخيرة إزاي استعد الأهلي للفترة الأخيرة أول عنوانين متعلقين بأن الأهلي بيؤكد جهازية السلاسة المصوب أو حتى عمار حمدي بيعرض نتيجة الأشعة على طبيب الأهلي أو الأهلي يعد الموراني الاستعادة للمؤولين دي تتفصيل مهم جداً بالتأكيد هروح فيها إلى زميلي العزيز كريم أحمد من ملعب مختار التتش في الجزيرة على الهاتف عشان يطمننا بقى عن حالة الفريق والاستعدادات وخاصة الأخبار الثلاثة اللي معانا في أول سلاسة مواقع الشروق واليوم السابع والوطن السبور مساء الخير يا كريم مساء الخير يا زميلي محمد برحب بيك وتحاية لك ولكل مشاهدين طيب في البداية طبعاً أول سؤال بالنسبة لك كنت عايزة أعرف إجابات عن هذه الأسئلة لأن الشروق حطت عنوين هي واليوم السابع والوطن مهمة جداً في الاستعداد الأخير لمطش المؤولين أول حاجة التدريب بدأ أربعة وخلص ستة مظبوط؟ والله محمد هو التدريب لسه حتى هذه اللحظة شغال التدريب كان مقرر لأنه هو يبدأ أربعة لكن كان في تعديل كمان تعديل ثاني بدأت تدريب الساعة خمسة وربعة كانت في محاضرة فيديو طبعاً لمسا المارت اللي صارتي اللعاب اللي نادي الأقلي وطبعاً على كل لقات القوض طبعاً لفرق النادي المقاولون حتى هذه اللحظة يمكن التدريب شغال التدريب منقسم لأكثر من جزء في جزء منفصل اللعيبة اللي نقدر نقول إن هي هكون مشاركة ومتواجدة في مباراة المقاولون مركز معاها بشكل كبير جداً مستام مارتن وكابتن محمد يوسف وفيه فصل تام لألعابين اللي نقدر نقول إنهم مش هيشاركوا في المباراة دالة واضحة محمد من اختيار مستام مارتن نهاردة لألجرعة التدريبية لكن باكدك على حالة الحماس والجدية اللي احنا شايفناها من كل لعبة الندي الأقلي بداية من المحاضرة اللي كانت فيها نوع من التحفيز بكل لعبين كابتن سايد عبدالحقير تتكلم فيها من سمارتن كابتن يوسف كل الجهاز الفني الحقيقة محمد تتكلم فيها دي المحاضرة اللي كانت عشر دقائق فيه منتصف الملعب ومن واضح كمان إن كان فيه تركيز كبير جداً على حسم بطولة الدوري على عام غداً إن شاء الله وإمكان كنا سامعين كده لكابتن سايد يقول المباراة بكرة هتحكم بروح الفنين الحمراء بشخصية البطل ده اللي احنا كنا سامعينه من الكابتن سايد ومن الجهاز الفني لكن التدريب زي ما بقولك محمد ما كوش جزء بدن جدير طبعاً نظر لي مباراة الغد في كل جزء خطة دي في اللحظات كمان اللي أنا بكلمك فيها نستمرت المخصص بعض الكرات السابقة ضربات الجزاء كمان هيبليها جزء النهاردة في التدريب لكن التدريب شغال محمد حتى هذه اللحظة لكن كل الأمور إن شاء الله بإذن الله مهيئة للعبط النادي الأهلي في التركيز غداً أصعب مباراة محمد أكون غداً بالنسبة للطولة الدوري العام وإن شاء الله النادي الأهلي قادر إن هو يحتم بطولة الدوري العام غداً في مباراة المقاوضون أنا معاك محمد أفضل أي كمان سؤال طيب انت أكدت التصريح الموجود أو الخبر الموجود في الوطن الأهلي يعد المرون اللي استعداد للمورين ويستعين بالفجر لكن في جزئية بقى متعلقة ما نشر على اليوم السابع إن عمار حمدي أو بيعرض نتيجة الأشياء على طبيب الأهلي هل عندك جديد بالنسبة لإصابة عمار حمدي في تدريب الأمس والأشياء اللي أجراها حالته وجهزيته للفترة الجاية إن شاء الله يمكن عمار طبعاً كانت قوية جداً وزي ما تابعنا طبعاً من خلال الأخبار ويمكن لعيبة شالية وصلها بدي من أراضية الملعب المختار للستيتش لكن النهاردة مجرد وصلنا للملعب وقبل انطلاق المران شطنا عمار متواجد في أراضية الملعب لكن طبعاً يعني لابس فلات رجلية طبعاً ما قدرش أنه يتمرر لكن جري النهاردة الحمد بشكل منفرد وأكيد كان فيه أشعة ممكن عملها مع طبيب اللي نادي الأهلي خالد محمود من الواضح أنه مفيش أي شرخ مفيش أي كس الحمد لله ودي كانت أهم حاجة أنه نقدر نصمن عليها العمار الحمد هي واضح أنه كان قدنا قوي جداً وده استشخيط التشخيط الشخص والدكتور خالد محمود النهاردة شوفنا عمار بيجري منفرداً حول الملعب لكن ما شاركش فيه أي تدريبات كرة بجانب مؤمن ذكرية اللي بيستكمل برنامجه الموضوع مع أيضاً كمان محمد محمود لكن بأكد لك العمار يعني الحمد لله الكادمة كانت صوية جداً أمس وكلنا كنا فضينا طبعاً قلنا أنه الواضح أن فيها حاجة في وش رجل أو في وش القدم بالتحديد لكن مع جاريه النهاردة وجاريه منفرد وأنه يكون متواجد في أرضية الملعب الأمور ورن بسيط طبعاً حمد فيه الواجه القدم للنظر الكادمة لكن ورن بيقل بشكل كبير فأكيد هو يبدو أن هو إجراء تحفظي من الجهاز الطبي أنه طالما نزل حتى عمل تدريب بدني خفيف أو جري لوحده ده بيدينا مرانين إن شاء الله أن تكون الإصابة خفيفة والجهاز بيتعامل بناحية تحفظية أنه يعني يشتغل معاه به دول لغاية لما يكون جاهز للمراني الجامعي إذا أكيد يا محمد ده دوم صوت الصوتك طبعاً بالفعل يعني الأكيد من الواضح أنه لو كان في أي أمور أو أي كادمة قوية أو أي ألم أو غرم كمان بيادة كان أكيد هيكون في تحفظ من الجهاز الطبي لكن الأطمئنان اللي إحنا شتناه النهاردة مع عمار حمد إنه هو بيشارك في جزء بسيط جداً بدني جري حوالينا الملعب وأكيد كمان في جزء جيم دخل معاه أليس خندر مخطفة الأحمال ده يدول إن شاء الله أنا مثل أشكي إصابة يعود من جديد إن شاء الله لتدريبات النادي الآل إن شاء الله خلال المرحلة القادمة طبعاً كريم الشروق اهتمت إن الآل بيؤكد جهازية السلاسي المصاب قبل مواجهة المؤولين وتقصد في تفاصيل الخبر محمود وحيد رمضان صبحي أحمد الشيخ التلاتة موجودين قدامك في المراني الجامعين بالتأكيد يا محمد موجودين وده كان سؤالنا الأول لدكتور خلال محمود طبيب النادي الأهلي على جهازية السلاسي يكونوا متوجودين النهاردة أكد لنا الجهازة صد إن يكونوا متوجودين وبالفعل استواجدوا في المران النهاردة زي ما أقولك كانش في جزء بدني كل التدريبات النهاردة كانت تدريبات في الكرة شاركوا فيه تأسيمة نهاردة كان عامل تأسيمة على جزئين بيشارك طبعا فيه تمويه هالعادة للتشكيل أو العيبة العناط الأساسية اللي يخد بها مباراة الغد لكن نصممنا على عبدان بشكل بير جدا أحمد الشيخ كمان بيشارك بكل كل اللعيبة بصراحة انت نهاردة اللي انت أكدت عليهم النهاردة نصممنا عليهم جهازيتهم البدنية والفنية وإن شاء الله محمد بإذن الله أي حد يكون متواجد من أسلاثي من العيبة النادي الأهلي اللي يتم اختياره من نصة مارتين والجهاز الفني إن شاء الله يكون يوم النادي الأهلي بكرة يكون جاهز التركيز مطلوب مهم جدا وده اللي بأكتل عليها محمد وبطب من كل جمهور النادي الأهلي كانت محالة تركيز كبيرة جدا جدا من العيبة النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله محمد يحتمها النادي الآلي غدا وزي ما كل جمعين النادي الآلي تنتظر بإذن الله الدور راحب 41 يكون في مقر النادي الآلي تمام آخر حاجة يا كريم جرالدو قدامك موجودين في الملعب مع وليد أزارو مروان محصن وصلاح محصن موجودين بالفعل محمد بيشاركوا كمان فيها التدريبات الجماعية بكل قوة جاي وجرالدو كل العين محمد بأكد لك الحالة يعني عنوات مرتفعة بشكل كبير إن شاء الله بإذن الله يتكلل هذه المجهودات بغدا ويتكلل كل التركيز اللي شايفينه مع العفة النادي الآلي في مباراة المقاولون اللي بنأمل كلنا إن شاء الله يعني بعيدا عن الأداة وبعيدا عن الجمهور النادي الآلي وانتظر يكون أداة بمباراة الآلي مش محتاجة أداة محتاجة ثلاث نقاط وإن شاء الله يكونوا من نصبنا رحمه بإذن الله زي مننا العزيز كريم أحمد كان معنا من ملعب مختار التلش بجزيرة دانا كل التفاصيل المتعلقة بالتدريب لكن هنرجع لك دانا يا كريم أول ما التأمرين يخلص إن شاء الله ويتكون معنا القايمة النهائية اللي يعلنها مرت اللاصرتي قبل السفر إلى برج العرب شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد دي كانت إطلالة كده يعني مهمة جدا من ملعب التلش بجزيرة عشان نتطمن عن حالة الفريق وجاهزية حتى المصابين اللي بتاعدوا فترة قليلة كده الأيام الأخيرة أثناء التدريبات والاستعداد لمطش المؤولين العرب طيب أروح بقى كمان لعدد من المواقع اللي اهتمت بالتقارير الفنية أو التحليلية قبل مباراة الأهل والمؤولين ومثل هذه التقارير بتبقى مفيدة يعني القارع حتى قبل ما يتفرج على مطش الأهل والمؤولين مهم جدا يعرف آخر ستين يوم إزاي الفريق استعد إيه المتغيرات اللي طرأت على صفوم الفريق حتى كناحية إحصائية أو نحية رقمية وإنت بتلعب المؤولين بيدربوا مدرب من مدرسة النادي الأهلي حتى كمان لما الأهلي في بداية الموسم لو متراجع في النتائج عمل منتادة في الوصول للمباراة الختمية في الدور وقدر يفوز باللقب ده تقرر كام سنة كل دي تفاصيل في أكتر من تقرير على أقصر من موقع وده شيء إيجابي بيسري المادة الإعلامية بالنسبة ليه الوسط الرياضي وبالنسبة ليه القارع قبل المباراة الهمة أنا هبدأ أولا بموقع يلا كورة موقع يلا كورة راح في جزئية مهمة عشان يعمل ويفكر المشاهد والقارئ بما جرى خلال الآخر شهرين نتيجة انشغالة الجميع بطولة إفريقيا للأمم قال قبل مواجهة المولين إيه اللي تغير في الأهلي عن آخر مباراة في الدوري بدأ بالتقرير وقال إن الأهلي حاليا بتصدر المسابة 74 نقطة من خوده 32 مباراة فاز في 23 تعادل في 5 خسر أربع لقاءات وقد كمان يعني تقرير كده عن المولين العرب بعد نهاية الدوري لأن المولين ده آخر مباراة ليه في الدوري ترتيبه في المركز الخامس بـ 48 نقطة جمع هذين نقاط من 33 مباراة حق الفوز في 13 وتعادل في 9 بينما تلقى الخسارة في 11 مواجهة آخر مباراة الأهلي العبها كانت قدام النادي الإسماعيلي يوم 22 مايو يعني بالضبط حوالي 60 يوم قبل مواجهة الغد أمام نادي المولين راح في قصة بقى إن الأهلي بدأ استعداداته من معسقر أسبانيا وفترة إعداد 10 أيام قبل الصفر ثم مباراة ودية بعد كده تعاقد مع أليو ديانج المدافع أو لعب خط الوسط المدافع من نادي المردية للمسلم الجديد ثم تم تجديد استعارة رمضان صبحي في الفترة القادمة وتكلم كمان عن موقف المصابين تيلة الفترة الأخيرة مين هيكون جاهز ومين لسه إصاباته مستمرة في الفترة القادمة محمد محمود كريم ندفيت شريف إكرام سعد سمير ما زالت إصاباتهم بالتأكيد هتستمر للفترة الجاية ومش هيكونوا متاحين في آخر مباراتين في الدوري لكن محمود وحيد تيلة فترة الإعداد كان بيتآهل وكان بيتم تجهيزه للمرحلة القادمة ثم كمان راحوا للجزئية الأخيرة وهي متعلقة ببعد إنهاء الصفقات هيتم تجهيز هذه الصفقات للمسم الجديد بعد نهاية الدوري إذن يلا قورة عملت فلاش باك على آخر ستين يوم اللي قدر الأهل يعمله في الفترة دي عشان يستعد لختام المسابقة وبالمرة كمان يشوف إيه الجديد بالنسبة للمسم الجديد موقع قورة اهتم أكتر بيء الجزئية المتعلقة عندما يواجه الأهلي أبناؤه السابقين اللي لعبوا في الأهلي وبيتولوا تدريب الفرق الأخرى بدأوا بحسام حسن اللي واجه الأهلي ثلاثة مرات هذا المسم مع المصر وخسر 2-0 مع بيرامز وفاز 2-1 وخسر بهدف نظيف لما كان ماسك سموحة مختار مختار لعب قدام النادي الأهلي لما كان متولي المسؤولية مع الانتاج الحرب مرتين اللقاء الأول انتهى بالتعادل السلبي وفاز فيه اللقاء الثاني لنادي الأهلي 1-0 عماد النحاس خار لقاء وحيد أمام النادي الأهلي هذا المسم مع المؤولين وكانت المباراة في الدور الأول وفاز على النادي الأهلي 1-0 ثم باقي أسماء المدربين حمد أصدق أحمد سامي على عبد العال علي ماهر رمضان السيد تقارير بتبقى مهمة كدا للمشاهد عشان أو القارئ يعرف يعني الحاجات الإحصائية والرقبية اللي ممكن بتتصدف معانا أو بتحصل فيه الدوري العام موقع يوروسبورت عربية الأخير بقى يعني اتكلم على الريمونتادة إزاي النادي الأهلي هو في بداية المسم بيكون نتائجه ليست على ما يرام أو حتى فيه تعديلات فنية لكن دايما روح الفنينة الحمرة أو النادي الأهلي لريمونتادة تاريخ هي في الدوري وبينوصل في الرمك الأخير عشان يقدر يحقق النتائج المرجو منها يوروسبورت عربية تكلم على أن ده بقى عرض مستمر مش أول مرة ولا تاني مرة ومش هتكون إن شاء الله آخر مرة دايما النادي الأهلي بيعودنا على اللحظات الأخيرة بدأ التقرير بمسم 81-82 لما النادي الأهلي كان بيلعب مع الزمالك في الدوري وكان الزمالك متفوق بست نقاط في المسابقة ورغم إن الفائز كان ممكن يحصل على نقطتين عشان يفوز به الدوري العام وكان ساعة الأهلي متأخر بسلاسة مباريات قدام نادي الزمالك لكن قدر الأهلي في مسم 81-82 يعود بسرعة ويعمل منتادة في آخر سلاسة جولات ويفوز به الدوري بعد صراح شارس مع الزمالك ويحسم المسابقة بفارق نقطة مسم 95-96 وما أطلق وقتها على فريق نادي الزمالك النوى فريق الأحلام طبعا كان الفرق ساعتها حوالي 13 نقطة لكن قدر النادي الأهلي نوى يعود من بعيد ويصل في الرمك الأخير من المسابقة ويفوز بالدوري بعد ما كان الفرق 13 نقطة لصالح الزمالك بقى الفرق 4 نقاط لصالح النادي الأهلي مسم 2010-2011 الأهلي كان متأخر عن نادي الزمالك بفارق 7 نقاط وعانى الأهلي ساعتها من تغيرات فنية في منتصف المسم ليتم التعاقد مع منو الجزيه في قوليته الثالثة بعد ما 7 نقاط كان الفرق بين أهلي والزمالك قدر الأهلي يحسم المسابقة قبل نهيتها بسلاسة جولات إذن التاريخ بيعيد كتابة نفسه من جديد والتاريخ لما بيعيد كتابة نفسه من جديد بيكتب نفسه أو بيكتب سطوره من جدران النادي الأهلي لأن النادي الأهلي دايما معودنا أنه في اللحظات الأخيرة أو في الرمك الأخير بيقدر يقول كلمته وبيعلي ريته في اللحظة الأخيرة وبيكون النادي الأهلي هو بطل الدور العام طيب بعد أخبار النادي الأهلي وما قتب على الصحف والمواقع نروح نشوف أخبارنا المحلية والعالمية وأخبار محترفين على مواقع الإنترنت نبدأ من الشروق لجنة المسابقات تتعلن عقوبات أحداث مباراة الجونة والزمالك ومن الوفد لجنة الحكام تستبعد جهات جريشا وأمين عمر من المباراة المتبقية في الدوري وإلى بوابة أخبار اليوم تعرف على نظام تصفيات الاتحاد الإفريقي لمونديال 2022 ومن بوابة فيتو كاف يحدد موعد إرسال القوائم النهائية لأمم إفريقيا الأولمبية وفي اليوم السابع اتحاد الكرة يصرف لأجيري 500 ألف جنيه بعد العمل أسبوعا في يوليوم ومن سوبر كرة عمومية اتحاد الكرة تقترح إلغاء مقعد المرأة وتغيير لائحة النظام الأساسي وفي البوابة سبورت وزير الرياضة يبحث عن رئيس مؤقت للجبلية ومن الوطن سبورت نقلا عن موقع جول العالمي تصريح لمرت اللاسارتي محمد صلاح قيمة كبيرة لمصر وهذا مستقبل جريزمان مع برشلونة وفي الفجر الرياضي زيدان يريده بشدة سخف أسبانية محمد صلاح قد يكون ثاني صفقات الريال النارية بعد هزار وفي موقع صد البلد مساعد أجيري يكشف مصد البلد حقيقة صفر محمد صلاح إلى الغرداء لمقبل تراموس ومن موقع الكابتن تريزيجي يكتاز الكشف الطبي لأستون فيلا بنجاح والإعلان عن الصفقة خلال ساعة ومن موقع سوبر كورا عمر طارق يدخل تشكيل الأسبوع العشرين للدور الأمريكي وإلى موقع شروق ريبيري يوجه رسالة شكر إلى مصر وفي موقع في الجول ويليان القميص رقم عشر في تشيلسي أصبح ملكي ومن موقع يلا كورا مركة أرسنال يقترب من حسم صفقة سيبايوس ومن موقع سبورت 360 انتر ميلا لن يتعاقد مع روميلو لقاكو ومن موقع وان سري منشستر يونيتد يقترب من ضم ديبالا ومن سكاي نيوز عربية مدرب ليفاربول غاضب من الوضع الغير مقبول موسيقى وإلى موقع كورا وكيل بيل جارس لن يغادر الريال بهذه الطريقة موسيقى وأخيرا في الفجر الرياضي مبابي يصير على نهج نمار اهلا بكم من جديد الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينة فيها أخبار ساخنة ومصيرة لكن أخبار الدوريات الأوروبية والاستعدادة للموسم الجديد فيها تفاصيل مهمة جدا وتصرحات مصيرة وفترة انتقالات أكيد فيها تفاصيل مهمة جدا لأن في لعبين كبار ينتقلوا من نادي كبير لنادي آخر سواء باريسان جرمان أو براشلونة موضوع نمار موضوع حزار فيها تفاصيل مهمة جدا لكن أبدأ أول بأشأن المحلي والقرى المصرية والأخبار المحلية طبعا الشروع النهاردة ركزت على الخبر الرسمي اللي ظهر النهاردة وصدر من التحدي قرة القدم عن طريق لجنة المسابقات اللي أعلنت فيه عقوبات مباراة الجنة والزمالك مباراة كان فيها أحداثة مهمة كتير حصلت فيها هذه المباراة تم إيقاف طبعا عدد من اللاعبين ثلاثة مباراة بعد القرط الأحمر المباشر أبرزهم يوسف أوباما وأحمد ياسر ريان بعد الانزار الثاني أو الانزار الثالث هيتوقف مباراة واحدة وده هيكون سواء بالنسبة طبعا للموسم الجديد لما جونا يبدأ موسمه إن شاء الله المحلي في الفترة القادمة طيب كمان مهم جدا الوافد النهاردة ركزت على لجنة الحكام بتستبعد جهات جريشة وأمين عمر من المباراة المتبقية في الدور العام ده بناء على طلبهم يعني جهات جريشة وأمين عمر كانوا لعب بطولة أهم إفريقيا جهات ده لعب حوالي مباراتين أمين عمر لعب مباراة واحدة لكن كان لهم طلب إن هم محتاجين راحة بعد بطولة إفريقيا في الفترة الأخيرة ولجنة الحكام يعني وفقت على ده وديتهم راحة ومش هيلعبوا آخر الجولات الأخيرة في الدور العام بقر عندنا مباراتين مبارات الأهل والمؤولين ومبارات الزمالك والإسماعيلي نشوف مين هيدير هذه المبارات تحكميا وآخر مبارات القمة كلنا عارفين إن في حكام أجانب هيديروا هذه المباراة في الفترة القادمة لكن المهم جدا لجنة الحكام لما تختار حكام لمبارات الغد تختار حكام عندهم هدوء واتزان مهم جدا لإدارة هذه المبارات مبارات حساسة وحاسمة حكام عندهم قدرة على اتخاذ قرارات قوية يقدروا يديروا هذه المبارات والوصول لبار الأمان دون ما يكون إن أي فريق عرض لظلم خاصة المبارات خلاص أنت في المرحلة الأخيرة بالتأكيد أي فرصة أو أي هدف أو أي خطأ ممكن يؤثر عليك سلبيا وإنت خلاص بتقترب من الفوز باللقب في اللحظات الأخيرة بوابة أخبار اليوم اتكلمت على التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والاتحاد الإفريقي كان أعلى أكثر من نظام متعلق بالتصفيات خلال الفترة القادمة أولا التصفيات هتكون على ثلاث مراحل عن شوحها كده بهدوء بالنسبة للناس أعلى 26 دولة أو منتخب في التصنيف الاتحاد الدولي فيفا مع الاتحاد الإفريقي هيستبعدوا أو يتم إعفاءهم من المرحلة الأولى في التصفيات وبالتالي خلاص عندنا 26 اتحاد أو 26 منتخب تصنيفهم عالي أو أعلى 26 اتحاد إفريقي أو منتخب في تصنيف الفيفا مش هيلعبوا المرحلة الأولى طيب فيه 28 اللي هم الأقل بعد 26 هم اللي يلعبوا المرحلة الأولى أو الدور التمهيدي هتتلاعي بحوالي 14 مباراة تمام؟ الـ 14 مباراة من 28 منتخب عشان يتم تأهل 14 فريق بعد نظام الزهاب والإياب بعد الـ 14 ما يلعبوا مع الـ 26 هيكونوا 40 منتخب الـ 40 هيتقسموا على 10 مجموعات كل مجموعة فيها 4 منتخبات هيتأهل الأول فقط من كل المجموعات العشر عشان يكون عندنا 10 منتخبات يلعبوا مرحلة التصفيات الأخيرة 5 قصة 5 هنا تصنيفك هيقول أنت تلعب مباراة الزهاب على أرضك ولا خارج أرضك لو تصنيفك عالي من ضمن العشر اتحادات أو المنتخبات مباراة العودة هتكون على أرضك نفس نظام تصفيات كاس العالم مش الأخيرة في روسيا اللي قبلها القبل الأخيرة 2014 في البرازيل طيب للحديث أكتر عن هذا الموضوع مع كمان إطلالة على موضوع أرع الدورة أبطال إفريقيا ويالكون فدرالي دون نضملي على الهاتف دكتور طاري الأدور الناقد الرياضي والكاتب الصحفي في الجمهورية والمتخصص أكتر في هذا الشأن في الكرة الإفريقية دكتور طاري مساء الخير على حضرتك أهلا بيك مساء الخير ومساء الخير على كل أستاذة المؤهدين طيب بدأت الأول بالحديث عن التصفيات الإفريقية المؤهلة الكاس العالم اللي اعتقر إن شاء الله يوم 29 يوليو من نهاية هذا الشهر الجاري تعليقك على هذا النظام والتصفيات واللي اختلفت عن تصفيات مؤهلة لروسيا إلى البطولة الماضية هو بص الحقيقة يعني إن اختلاف النظام رجع للنظام بتاع البطولة قبل الماضية اختلاف النظام ده بيخلي في مواجهة فاصلة مع منتخب من المنتخبات الكبيرة لأن آخر عشر منتخبات بيوصلوا بيلعبوا خمسة ضد خمسة وبيلعب الفريقين مباراة على بلعب كل فريق فده المرحلة الصعبة نتذكر إن في 2019 كنا تجاوزنا المجموعة ووصلنا للدور الحاسم ده مع عشر منتخبات بيلعبوا خمسة ضد خمسة فوقعنا بغانا أما وقعنا بغانا طبعا بالضبط كانت ذكرى سيئة أكرا أه بالضبط وكتبنا أثنين واحد في القاهرة فما قدرناك نتأهل لكات العالم النظام ده فيه ميزة وعيد الميزة اللي فيه إن أنت مش هتلعب عدد سبيل من المباراة أنت كل المباراة ما حتناعبها حتلعب إنه طبعا مصر ضمن أفضل تصنيف لستة وعشرين منتخب أو ستة وعشرين منتخب الأوائل في التصنيف هيجنبوا من اللعبة في الضور التمهيد الأول فبالتالي الثمانية وعشرين فريق اللي هم من السبع وعشرين حتى الاربعة وخمسين ضمن الاربعة وخمسين دولة كاملة دول هيلعبوا في المرحلة الأولى للتصنيف اللي هو الضور التمهيد تمام إحنا مش هنلعب فيه هنلعب إيه في الضور التاني اللي هو المجموعات اللي فيها كل عشر مجموعات كل مجموع فيها أربع منتخبات فهنلعب ست مباريات ثم مباراتين حاسمتين اللي هم المباراتين بقى اللي هيبقوا فايصل بعد وصول عشر منتخبات الدكتور الأخير يعني معنى كده أن المنتخبات هلعب ثمان مباريات بس من الأول للآخر مفيش غيرهم هم ثمان مباريات فقط بالزبط هيتأهل على طول إن شاء الله يعني أول منهم إلى المكموع لكن مهم جدا يا دكتور طارق وإحنا بنختم مباريات المكموعات يكون مصر تصنفها أعلى خمس منتخبات إفريقية عشان لما تلعب النك أوت في المرحلة الأخيرة تقدر تلعب مباريات العودة على أرضك وإنت ساعتا بحقا نتيجة جبية خارج أرضك لا ده كمان بقى صاح أنت كلامك صاح بس في عنصر أهم كمان اللي هو أنت مش بس إنك تلعب مباراة على أرضك إنك تلعب مع فريق أقل تصنيفا الخمسة المصنفين الأوائل ونعبوا مع الخمسة المصنفين التواني فأنا اللي حصل في 2014 إننا كنا ضمن التصنيف الثاني فوقعنا في فريق قوي اللي هو غانا بالزبط كنا وقعنا مثلا إحنا المصنفين الخمسة الأوائل كنا وقعنا مع فريق ده أسلوب يا فايتا أسلوب اتأهلت العشر بكبار دول فإحنا وقعنا في منتخب كيل فلازم أنت تطلع في الخمسة الأوائل تكون مصنف في الخمسة الأوائل عشان تقع في منتخب مستوى أقل شوي أكيد طيب الجزئية التانية قرعت دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية وكانت فيها مفاجآت مش في المباراة لا تتلعب لكن التصنيف وكيفية إجراء القرعة كان فيها نتائج غريبة شوية أو قرارات غريبة شوية يعني مثلا في دوري الأبطال تم إعفاء سلاسة أندية فقط حسب التصنيف الترجي والوداد ومزنبي في الكنفدرالية تم إعفاء 11 نادي من التصنيف أبرزه ما يكون تالت الدوري المصري من الأدوار التمهيدية الأسباب اللي خلت القرعة أو المباراة التمهيدية المرادة غير اللي ما كان بيحصل في آخر 5-6 بطولات بص هو اللي خلت كده هو مفيش تعديل في النظام ولا حاجة مش عارف ليه الناس عندها انطباع اللي تم تعديل النظام بحيث أن مثلا فريق زي الأهلي اللي هو نتائج متميزة وهو المتصدر للتصنيف الأفريقي يلعب في الأزوار التمهيدية دور التمهيدية زي زي وينجم السحلي كمان بالضبط أول مرة في التاريخ بالضبط اللي هو نادي الأهلي هيلعب من تاريخه من الدور التمهيد الأول ده أول مرة طب إيه اللي حصل اللي حصل المفترض وده يمكن الناس كتير مش متفاهمة قوي لو جات الأندية الأفريقية بالكامل يعني أحنا عندنا 54 اتحاد أفريقي لو جنب الكامل كلهم وشاركوا في بطولة دور الأبطال وكلهم شاركوا في بطولة الفيدرالية مش هيكون فيه ولا فريق هيقفى من الدور التمهيد طب إزاي هقول لك بقى إزاي هم عملوا حسابه من 54 دولة إفريقية موجودين منهم من الاثناشر الأوائل اللي بيصعد منهم من أول والتاني بقية المنقمدية بقية الدول كلها بيصعد الأول بس أعلى 12 اتحاد في التصنيب بيبعث أسم الأول والتاني في الدوري بالضبط الأول والتاني في الدوري ونفس الكلام في الفيدرالية اللي 12 أو على 12 فريق بيطلع الأول والتاني أو يعني إيه بيطلع مثلا بطل الكاشف وثالث الدول أو الثالث والرابع أو الثالث والرابع زي ما احنا قررنا كده عشان ما لهابقاش كاد ففي النهاية بهذا النظام النظام اللي أنا بقولك عليه ده لو أنت قلت إن 2 من 54 دولة 58 هيوصلوا والـ 12 اللي هو الأول وتاني هيبقى عندك العدد الكام اللي هو 64 اللي حصل في البطولات اللي فاتت كان عدد الدول اللي بيلعب أو بيشارك أصلا مثلا على سبيل المساء السنة اللي فاتت الغد السنة اللي فاتت كان مشارك كام نادي 59 نادي فقوع فيه 5 أندية فكان بينهم من نادي الآن اللي هو في التصنيف أعلى 5 أندية في الضبط أعلى 5 أندية خلي بالك في آخر 5 سنوات آخر 5 بطولات آخر 5 سنوات بس لأن لو كنا بناخد الأعلى الخامسة في التصنيف بشكل عام كان لازم الأهلي حيجي بينهم لأن اللازل الأهلي والأهلي على فكر لو بعد حتى ترتيبه الرابع قادمة نازال نازال هو المصنف الأول في التاريخ لكن مش في آخر 5 سنوات آخر 5 سنوات من الأهلي كسر النهائي والسنة فاتت خرج حتى من دور الثمانية فترجع الأهلي للتصنيف بعد النديين السنة اللي هي كانت موجودة أعفية اللي هي مازينبي الترجي والوداد الترجي والوداد اللي هم عوصلوا للنهائي بتاعي ده حتى سانداونز اللي فاز بالبطولة 2016 منش من أعلى خمس أندية في التصنيف مش من أعلى برد بالضبط هما الثلاثة أعفية اللي هما زي قلنا مازينبي والوداد والفراد فطبعا النادي الأهلي داعب من الدور التمييد في نفس الكلام الـ 11 نادي اللي هما أعفية تم إعفاءهم من المشاركة في الدور التمييد فجه من ضمن المصنفين سواء الثالث أو الرابع عندنا في مصر اللي هما مين بقى خلي بالك لازال حتى الآن ما حدش عارف من الثالث بالضب ما حدش عارف من الثالث لأنه ممكن إيه ممكن دلوقتي ده فرض جدل أن مثلا الزمالك يخسر من الاسماعيلي ويخسر من الأهلي الثالث هيلعب في تكون فدرالية هو يتعادل مع الاسماعيلي ويخسر من الأهلي عيبقى ثالث برضه برضه يخد مقطتين على الأقل لأن لو تساوى معاه في الرصيد سيراميز كان فايز على الزمالك في المباراة في المواجهات المباشرة في المباشرة أه في المواجهات المباشرة يمفايز عليه فبالتالي لازم الزمالك عشان يعدي يخد مقطتين فشوف إحنا منحسب حزبه إزاي الوقت كده في هذه الحالة حتى لو الأهلي كان بطل الدولي وهو اللي لعب في دور الأبطال ما نعرفش من الثاني اللي هيلعب في دور الأبطال تمام ولو الزمالك ما نجحش بأنه يحتل المركز الثاني ولعب في كومفيدرالية هيلعب في كومفيدرالية مع المصر فالفريق الأول في كومفيدرالية دي اللي هو المصنف الأعلى ده هو الفريق الوحيد اللي حيعفى من الدعبة في الدور التمهيد وهل تتخيل ممكن يكون بيرامدز هو تالت الدوري والوحيد اللي ماشي يلعب دور تمهيد بالزبط يعني ممكن تخيل ولم يزبق له المشاركة في البطولات الإفريقية من قبل ما بقى سبق له لكن ايه وإيه عشان خداشر بس بالزبط هو اتصنف اتصنف الفريق المصري اللي هو الأعلى تصنيف عشان الاتحاد المصري تصنيفه أعلى اتنشر اتحاد بالزبط بالزبط كده اتصنف ان هو هيبقى يعفى من اللعبة في الدور أكيد فده السبب اللي خلى الناس فكرة ان النظام اتعدل لا هو النظام ما تعدلش ولكن من ناحية ان النادي الآن طبعا اتعادوا عن اللقب فترة طويلة وانه هو لم يكن في السنوات الخمسة الأخيرة دمن الثلاثة الأوائل وزيادة عدد الأندية يعني احنا كل عارفت من خمس ستة ثنين كان عدد الأندية اللي بيشارك حوالي مثلا واحد وخمسين اثنين وخمسين فكان فيه مثلا عندك مساحة فرصة ان انت تحط الأندية أخرى في الدور التمهيدي بالزبط بالزبط لما بيزيد العدد بيجيء عدد الأندية اللي بتوقفها فوصل في آخر مرة عشان احنا واحد وستين نادي السنة دي ده أعلى عدد من الأندية يشارك في دور الأبطال او في أي بطولة افريقية في التاريخ واحد وستين نادي اكيد فتلاتة بس هما اللي تم إعفاءهم وبالتالي النادي قال بكل الأحوال لو شارك حيكون من الدور التمهيدي اكيد ان شاء الله تنطلق المباريات الدوري التمهيدي عشر أغسطس ومباريات العودة تلاتة وعشرين او اربعة وعشرين او خمسة وعشرين أغسطس دكتور طارق الأدور أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذه الإفادة في أرعي دورة بطال إفريقيا والكونفدرالية وأيضا كمان تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم الفين اتنين وعشرين شكرا جزيلا من دكتور طارق وكانت دي معلومات مهمة جدا عشان المشاهد يعرف الخطوات الجاية بالنسبة للمشوار الإفريقي إنه خلاص على فكرة الوقت قريب جدا إحنا عن خلص الدوري تمانية وعشرين سبعة بعد ده بعلم من الأسبوعين البطولة الإفريقية اللي أهل عنده مباراة إن شاء الله يتصدر الدوري يكون هو البطل هيلعب مع فريق بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي ثم إن شاء الله بعد ما يتأهل يلعب دور الاثنين وثلاثين في منتصف ستمبر وإن شاء الله بإذن الله اللي يقدر للأهل يتخط هذه المباراة ويتأهل إن شاء الله لدور المجموعات ويبدأ بقى غمار بنافسات الإفريقية عشان يرجع إن شاء الله لهذه البطولة الغالية بعد غياب حوالي آخر خمس ست سنوات بعد آخر فوس بيها سنة 2013 طيب سريعا كده في آخر رادي أو دقتين قبل منطقل طبعا للفقرة الحوارية في كلام في الميديا اللي بينوارنا النهاردة فيها ضيف مهم جدا وصحفي ليه بقى طويل جدا فيه الوسط الرياضي اللي أستاذ عبد المنع مفاهمي مدير تحرير الأهرام الرياضي فيه تصريح مهم جدا النهاردة لمستر مارتن لسارتي هذا التصريح كان عبر موقع جول العالمي اتكلم فيه عن محمد صلاح واتكلم فيه كمان على جزئية المرحلة القادمة بالنسبة لمنتخبنا الوطني أو حتى بالنسبة للنادي الأهلي أنا حول بس آه قال طبعا إن كان الوطن سبورت نقل التصريح لمارتن لسارتي قال إن محمد صلاح قيمة كبيرة لمصر وهذا مستقبل لجريزمان مع برشولول طبعا كلنا عارفين أنتوان جريزمان يمكن يعني مارتن لسارتي كان ليدور كبير جدا في اكتشاف هذا النجم فيه فترات سابقة وعارف إمكانياته كويس جدا وحتى جريزمان كان يتكلم عن دور مارتن لسارتي في فترات سابقة لكن مارتن لسارتي جدا مع نادي لفربول في الدور الإنجليزي ما نشوف هل فيه إمكانية لانتقاله لأي نادي آخر فيه صحف أو فيه وكلات أنباء عالمية بتتكلم عن إن فيه عروض من نادي ريال مدريد أموما كل هذه التفاصيل مش هتبقى واضحة قوي خلال الساعات الجاية إلا أول ما يطلع تصريح رسمي سواء من نادي الريال أو حتى من نادي لفربول بخصوص محمد صلاح أيضا الشروع اتكلمت على رسالة مهمة جدا وجهها فرانك ريبري إن هو بيوجه رسالة شكر إلى مصر في الفترة الأخيرة بعد حضوره نهاية إفريقيا بين الجزائر والسنغال ودعم ريبري للمنتخب الجزائري في البطولة الإفريقية ونزل حتى احتفل مع لعبي الجزائر والجهاز الفني في غرفة خلع الملابس كمان نقطة مهمة بقى اختم بيها الأخبار المحلية والأخبار العالمية وأخبار محترفين تريزي جي محمود حسن تريزي جي موقع الكابتن قال أنه هو اكتاز الكشف الطبي لنادي أستون فيلا الإنجليزي اكتازه بنجاح والإعلان عن الصفقة خلال ساعات أنا بتمنى كل التوفية رب المحمود حسن تريزي جي خلال الساعات القادمة لعب إمكانيات ومواصفات لعب عالمي لعب دولي لعب جيد جدا طبعا أحد أبناء النادي الأهلي وجوده في الدور الإنجليزي سواء حتى لما يلعب دور الإنجليزي الدرجة الأولى البريمير ليج أو الشامبونشيب لا لعب إمكانياته جيدة وجوده في الدور الإنجليزي والقرى الإنجليزية هيدي له ثقل كبير جدا لنترزي جي إمكانياته كبيرة ضع من عمره سنة أو سنتين في دوريات أخرى لكن إن شاء الله يقدر يعود ده في الدور الإنجليزي وقبر الدوريات الأوروبية في الفترة الجاية سواء الإنجليزي الأسباني الفرنسي لأن ترزي جي إمكانياته كبيرة جدا ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون يعني ليه مكانة كبيرة مش عقول زي محمد صلاح لأنه كل واحد ليه مواصفات مختلفة عندنا محمد صلاح ويكون عندنا ترزي جي وعندنا لعيب ثالث ورابع وخامس مفيش حد زي حد لا كل لعب ليه إمكانيات مختلفة عن التاني وعايزين نقول عندنا خمس ست لعيبة مش عندنا حد زي حد لأ عندنا خمس ست لعيبة صلاح ترزي جي أكتر من لعب يا رب الفترة الجاية إن ده بالتأكيد بيسري القرى المصرية وبيكون إفايدة للمنتخب الوطني إن شاء الله في البطولات القادرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الحوارية الأولى في كلام في الميديا مع الناقد الرياضي ومدير تحرير أهرام الرياضي الأستاذ عبد المنعم فهم من جديد والفقرة الحوارية الأولى من برنامج كلام في الميديا فقرة مهمة جدا لإن معنا كاتب صحفي كبير ليه باع طويل في الصحافة الرياضية اشتغل في تحقيقات واشتغل في أخبار وكواليس وعنده تفاصيل مهمة جدا ودائما كده حيادي وليه رأي في أي موضوع متعلق بالكرة المصرية ورأيه للهدف والصالح العام وجود النهاردة مهم معنا إنه كمان جاي قبل ليلة مباراة الأهل والمولين والوسط الرياضي وما يشهدوا في الفترة الأخيرة ضيف يوضفكم الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير الأهرام الرياضي على أستاذ عبد المنعم فهم أستاذ عبد المنعم روانا ومشرفنا زيك يا سيد محمد أهلا بيكم شكري على المقدمة الجميلة دي لا ما استحقاش بالصراحة يا ربنا يخليك الله يخليك يا رب دائما بنتعلق منك ودائما لك دو جور كبير جدا في الصنافة في الفترة الأخيرة ربنا يخليك تحب ربنا نتكلم منين تحب تحضر كورة الموضوعات كثيرة الموضوعات كثيرة زي ما حادك شايف الموضوعات مهمة جدا وكلها إن شاء الله نحاول من خلالنا نحن نقول الكلام اللي يرضي ضميرنا بحيث أن الصدمة اللي حصلت في كسر الأمور الأفريقية نحاول نتلافاها بعد كده صدمة كانت كبيرة جدا والكورة المصرية أي إخفاق لها أكيد بتأثر على الأندية أكيد بتأثر على المردود الأندية والجماهير وكل ما يهم الشارع الكرة والرياضة تحديدا نبدأ بالأحداث الأخيرة مباريات الدوري بعد ما انطلقت في الساعات الأخيرة وإحنا بنختم موسم مش بنستعد الموسم جديد لكن شفت إزاي الأحداث الأخيرة والدوري وتعادل الزمالك ثم مبارات الأهل والمؤمنين بكرة ودائما نحن بنوجه رسالة أن الدوري لسه مخلص لسه متحسمش شاف المباريات على المستوى الفني الإعلام بيتعامل إزاي مع الأحداث هذه المباريات في التوقيت ده وعزين نختم موسم بشكل كويس عشان نبني عليه للموسم اللي جاي طبعا اللي بيحصل في الدوري المصري أولا ما بيحصلش في أي مكان في العالم كله اللي أن الدوري يستمر 364 يوم أو 363 يوم ده شيء غريب جدا وشيء خارج يعني المنطق والعقل ولكن في النهاية ما حدث حدث وشفنا الأسبوع اللي فات أنا ببص الأسبوع اللي فات أو المباراة اللي حصلت الأسبوع اللي فات من منظور تاني خالص ومنظور أن إحنا لما تعلمناش لسه لسه بقى عندنا كان كاس أمم أفريقية عندنا كان شكل جمالي شكل مظهر رائع شفنا حفلة كروية استمرت لمدة شهر ما تعلمناش خناقات ومشاكل وتراشقات ومن هنا ومن هنا والناس بتاخد طارد وناس بتتويف ثلاث مباريات سلوك مباراة مهمة في الدوري لكن في النهاية ما حدثت ما حدثت في المباراة وانتهاء اتنين اتنين ده خلى ناس كتير جدا بلوك الدوري الأهلي كلام ده غير صاحب المرة الأهلي يمتلك أربع فرص الزمالي يمتلك فرصتين فرصتين الأهلي زي فرصتين الزمالي مرهونين بالفوز على الإسماعيلي والفوز على الأهلي بالنسبة للزمالي وبالنسبة للأهلي الفوز على الزمالي والفوز على المقاولين ده شيء نكمل الحديث في هذا الموضوع الحديث ذا لسه فيه شرح طويل نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل حديثنا مع الأستاذ عبد المنعم فاهمي مدير تحرير الأهرام الرياضي أهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين بالتأكيد في الحديث سمع ناقدنا الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ عبد المنعم فاهمي مدير تحرير الأهرام الرياضي أستاذ عبد المنعم كنا نتكلم عن المباريات الدوري فضل بقى وجهة نظرك في المباريات المتبقية وقلت للأسف كانت فيه دروس ما خدناهش من كاس الأمم لكن رؤيتك بقى التحليلية ليه باقي المباريات ما حدث في مباريات الجونة زي ما قلت لحضراتك دروس الأخلاقية ما كانش على ما يرام دروس الفنية طبعا تعرف بعد معسكرات وبعد توقفات فأكيد حيكون في تباون شديد لكن أهم مباريات في الأسبوع ده بكرة مباراة الأهلي أو المقاولون مع الأهلي مباراة الزمالك مع الإسماعيلي المباراتين دروس مهمتين جدا يكاد يكونوا أهم المباراتين خلال آخر عشر سنوات ليه لأنه من خلالهم حيتحدد بطل الدوري وزي ما قلت لحضراتك قبل الفاصل أن الحسم ممكن يكون بكرة بس هوية صاحب الدرع غير معروفة بالمرة واللي يجزم بالكلام ده فبيضرب بالغيب واللي بضرب بالغيب دائما بيخسر ليه؟ يعني احنا شفنا بعض في مارس اللي فات وشفنا في فترات سابقة في بعض الناس بتطلع تقول لك اللي هيفوز بالدوري الزمالك مثلا ويقول لك اللي هيفوز بالدوري فلان الفلاني فبتطلع تنجم وتحط نفسها في مواقف صعبة ومواقف حرجة طيب أنت عارف المفروض أنت لما تجي تتكلم على فريق فريق معين تعرف ظروفه إيه أو تعرف إيه مميزاته وهو عيوبه قبل ما يتكلم على فريق ويأخذ الدوري شوف تاريخه عامل إزاي شوف قادر على إنه يكمل ولا مش قادر منه يكمل شوف الفريق التاني المنافس اللي هو أنت بده عليه هيخبط ظروفه عاملة إزاي شوفه طب أنت عامل كامره يعني اللي بيتكلم ده أنا بتكلم الجزئية دي ليه لأن كرة القدم لعبة الحسابات غير المنطقية ما فيش واحد زي واحد يسوي اتنين وبتلعب على جزئيات صغيرة بالضبط في حالات الأهلي بيبقى فيها في قمة مستوى والأهلي بيعامل نتاج مش كويسة والزمالك نفس القصة وأي نادي في مصر كده كرة القدم المصرية لغة رتمات صعب أن كنت تأخذ عليها قعدة يعني مين كان يتخيل أن منتخب مصر اللي كان وصيف 2017 بالجابون يخرج من دور 16 على أرضه مين يتخيل يعني احنا نظمنا كاس الأمم الأفريقية خمس مرات دي الخمسة خرجنا مرة 74 من دور قبل النهائي والمرة دي خرجنا في دور 16 مزبوط ده معنى إيه؟ معنى أن احنا مفيش حد يتوقع الكرة المصرية خالص محمد صلاح وتريزيجي يعني أنت عندك أفضل جيل محترف ومحترف في أماكن كبيرة وأماكن من الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم واخترت في دور 16 مفيش منطق لكن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب اللي بيأدي بياخد اللي بيأدي بشكل كويس بيكسب اللي بيأدي بشكل كويس بيأخد نقاط وبيوصل الأماكن اللي هو عايزة الأهلي يعني مش عشاننا في قرارات الأهلي معودنا دايما على الروم منتدات مع الزمالك لما دي تقارن الأهلي لما يكون مثلا في المركز الأخير زي ما قاله في رأسها يهبط طب والأهلي هو أنت موقفك إيه بكرة؟ أو في المنطقة الدفية أو في المنطقة الدفية إيه موقفك بكرة والأهلي ممكن ياخد الدوري مثلا أي موقفك؟ جزئية التاريخ مهمة جدا لأن التاريخ جزء مهم في الصحافة بتبني عليه تقارير قبل المباريات الكبيرة بالضبط موقع يوروسبورت عربية ونا في مقدمة الحلقة عجبني تقارير ممتاز جدا كتبينه عن الروم منتدات ولخصوا الروم منتدات في كذا سنة في ثلاث مراحل أو ثلاث سنوات بس الأبرز هو الموقع الأبرز ولكن فيه ست روم منتدات لو بصينا 53-54 وموسن 80-81 81-82 95-96 96-97 و2010-2011 الأخيرة بتاعت جزي كان الزمالك فارق عن الأهلي ب13 و7 نقاط و6 نقاط والأهلي خد الدوري في النهاية فعشان كده أنا بقول لحضرتك اللي يجي يتكلم عن النادي الأهلي ويتكلم في قصة مين حيفوز بالدوري ما يتكلمش اللي آخر أسبوعين ويكون فارق النقاط لمصلحة الزمالك أو لمصلحة الأهلي ويقرى التاريخ بس ده معنى إيه؟ معنى أن الزمالك السنادي برضو هو السبب فيما حدث لي من سقوط في المباراة الأخيرة يعني ده قررت يعني أنا بتكلم بصفة الشخصية شأن نادي الزمالك شأن مسؤول الزمالك لأن الزمالك برضو خسر نقاط في أوقات صعبة جدا لكن الكورة في ملعبه أنا عارف أن القرارات الأهلي بيتكلم برضو بشكل حياد شوية وأنا طبعا الحمد لله حيادي الحمد لله أزعم ذلك يعني فالمباراة الزمالك لها فرصة ليه فرصة وفرصتين وهمتين لكن الأهلي ليه أربع فرصة اللي عمل كده في الزمالك هو الزمالك نفسه اللي خلى الأهلي كده الأهلي نفسه فده يعني شيء ده شيء ورقي وشيء مكتوب وشيء تاريخي يعني في شهد الآخر بالضبط كده لا مفيش بلضبط كده لكن أنت بتخسر بس أنا عايز أكسب أنت تساعد نفسك بنفسك الأهلي مش هيساعدك خلي بالك دي ظاهرة صحية خلي بالك عايز أقول لك على معلومة أمكن ناس كتير جدا مش ياخدى بالها منها أن الدوري المصري ستين نسخة الأهلي أو الزمالك تم حسم الدوري بالأسابيع الأخيرة 31 مرة ببكرة يبقى 31 مرة تم حسم الدوري في الأسابيع الأخيرة من ستين وثلاثين أو آسف تسعة وعشرين مرة تم حسم الدوري من أسابيع سابقة خلي بالحضرتك يعني خلي بالحضرتك أن إحنا بنتكلم على جزئية الأرقام بنقول فيها إيه بنقول فيها أن الدوري لم يحصل في الأسابيع الأخيرة إلا حوالي 30 مرة أو 31 مرة في المرات السابقة 29 كان يتم الحسم قبلها قبلها بأسابيع مباراة الغد بقى بالنسبة للنادي الأهلي على المستوى الشخص وهي مننا النادي الأهلي بالتأكيد في المراحل القادمة بعد فترة حوالي 60 يوم ابتدأ بقى يكون في معسكر في أسبانيا تجهيز اللعيب للمرحلة الجاية شايف بقى الفترة القادمة ممكن إن شاء الله تكون مباراتين مهمين جدا يبدأ كمان عليهم للموسم الجديد إيه يعني وجهة نظرك في مبارات الأهلي والمعاولين إن شاء الله بكرة بإذن الله الأهلي طبعا لازم يفوز علشان خاطر لو فاز الأهلي خلاص الدوري حوسم بالنسبة للنادي الأهلي دي معناها كبير جدا معناها استمرار اللسارتي على رأس الجهاز الفني على يعني بحسب معلومات الشخصية استمرار التفوق النادي الأهلي على مستوى التاريخي بالنسبة المرة الرابعة على التوالي ويكون نسخة الـ 41 طبعا ده هيكون فارق رقمي بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة للعبة النادي الأهلي طبعا ده أنا عارف إن فيه لعبة مش هتكمل معناها لكن بالنسبة للعبة المستمرة بمعناها ده يكون لهم طبعا لهم فضل كبير جدا في الفوز بالبطولة دي لو حصل يعني لكن في النهاية نقول إن الأهلي مصيره مرتبط بأقدام لعبي وليس بأقدام الآخرين ولكن الأقدام الآخرين برضو لهم برضو إيه يعني خلي بالك الزمالك لو خسر بكرة بهو اللي عمل في نفسه كده لكن أنا شاف إن النادي الأهلي لو فاز بالدوري فهو يستحق لأنه جاء من بعيد وليه بيجي من بعيد ده لازم نرفعه القبعة دائما المباراة بتبقى مباراة كبيرة الأهلي والمقاولين ومباراة الدور الأول كانت فيها تنفس كبير جدا بين الفريقين ممكن بقرا نشوف مجموعة أهداف كبيرة ولا عشان الدوري كان متوقف بقى له فترة فالمستوى الفني مش هيتقاب نفسه لا أنا ما قادرش أقول لك الناديجة تنتهي كام كام أو كام هدف يجي لكن برضو أنت خلي بالك المقاولين عنده دوافع يعني الناس اللي بتكلم برضو على إن عماد النحاس ممكن يسيب المباراة لنادي لا 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 أنا بتكلم عن ناس اللي قالت لأن في ناس بتقول بس لأنه لازم خلينا في الكورة خلينا في الكورة بص أعماد النحاس عنده دوافع كترة جدا أهم ما إثبات نفسه قدام نادي الأهلي الأهلي دايما قدام مباراة قدام أبناءه بيخسر في أوقات كترة جدا وهو حصل في الدور الأولان الأهلي يخسر بهدف عن طريق برضو من أعماد النحاس فنيا المقاولين عنده يعني دافعيا أنه يكسب النادي الأهلي لا يوجد أزمة بالنسب hive لأنه ما يوجد حضرتك أنه المانع أن يكسب النادي الأهلي عنده المدير فني وعم عنده المدير فني قادر أن يكسب النادي الأهلي عنده عناصر جيدة جدا طبعا بعد رحيل أحمد علي لكن العناصر المستقبل تحاول أثبات الز注意 كثير جدا من الأسباب التي تجعل النادي الأهلي يقوم evenly يعمل مباراة كبuous جدا لأنها طبعا هو راح الغزب عنهم بالشرط الجزائي ولكن رحيله ده ممكن يسبب أزمة فنية بالنسبة للمقاولين إن شاء الله طيب بتكلم بقى كمان في جزئيات تانية متعلقة بالموسم هينتهي بعد أسبوع يوم 8 وعشر مباراة الزماري هل عندك معلومات ان بعد نهاية الموسم فيه جديد بالنسبة للموسم القادم سواء في القيد القيمة الأمور دي كلها ولا لسه الأمور دي مطروقة لبعد مباراة القيمة والله يا بص زي ما أنت بتقول كده ممكن الأمور كلها يتم تأجيلها إلى نهاية الموسم أهم حاجة دلوقتي في اتحاد قرط القدم أو اللي بيدور اتحاد قرط القدم عندهم إنهاء المسابقتين الرسميتين اللي هو الدور المصري وفي النهاية يتكلموا في شكل الدور الجديد يتكلموا في شكل المسابقة لكن خلينا ننتهي من الموسم الأول وبعد نتكلم في الجزئيات التانية الموسم ما انتهاش يعني احنا هتكلم في الموسم الجديد وليس الموسم الأولين ما انتهاش أنا شايف أن اتحاد كرود القدم يركز في الدوري عشان ينتهي بشكل لطيف وشكل محترم وأتمنى أن المقرات الأخيرة ما يتمش فيها مشكلات لأن الكرود القدم لمصرها مش النقص نروح بقى للملف الثاني ملف اتحاد القورة الجديد عندك في هذا الملف وإيه اللي بيحصل بالزبط في الكواليس في الفترة الحالية بدون أسماء طبعا مش أتكلم عن أسماء في حاجات مهمة جدا لازم نستعرفها أن الاتجاه العام الاتجاه لمدير فني وطني وفي أسماء بتتطرح الناس كلها عرفها لكن في النهاية هذا الاتجاه يعني تغزيه بعض الشخصيات المهمة في مصر لكن أنا ورية الشخصية أرى أن الفترة المقبلة أتمنى أن أرى فيها مديرا فنيا أجنبيا وليس وطنيا لأن الأسماء المطروحة بغض النظر مش هنقول أسماء طبعا أنا شايف أنها مع الأسف الشديد لم تستطع أن تبرز على الساحة بالشكل الكافي يعني لو بصينا طبعا نحن مش هنقول أسماء وناس عرفها عشان طبعا احتراما قبل الجزئية دي قبل ما نختار المدير الفني مش الأول نحط القواعد ونجيه مدير الفني للاتحاد هو اللي يختار يحط معاير بص 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 اللي بيحصل في تحاد كل القدم دقتي مشكلات كثيرة جدا من أبرزها أنه دلوقتي هل خلي بالك تحاد كل القدم في أزمة فنية وأزمة إدارية قبل مشكلة المدير الفني قبل اختيار المدير الفني الأزمة تتلخص فيه من الذي سيدير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة هل هي لجنة تدير الكرة المصرية فبالتالي يتعارض مع قواني الفيفا ولحب الفيفا بعد متدخل الحكومي من الذي يستطيع أن يوافق على هذه اللجنة هل يستطيع انكزاع موافقة الاتحاد الدولي قصة كبيرة بعد ثلاث شهور مفروض يحصل انتخابات لكن ما يدور في الكوانيس أن هناك من يريد أن يتم اختيار لجنة تدير الكرة المصرية من خلال وزارة الرياضة يتم اختيارها لكن هنا يتم لو تم من خلال وزارة الرياضة يحصل ايه؟ تدخل حكومي في أزمة بالنسبة للاتحاد الدولي هنرجع زي ما حصل في 2014 لما تم اختيار لجنة وتم اعيدها مرة تانية وعايت رموك إلى مكانت عليه ففي هذه الحالة يتردد ويقال في الكوانيس إن هناك محاولات مع هاني أبو ريدا إنه يحاول ينتزع الموافقة من الاتحاد الدولي على وجود لجنة تدير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة دون الاعتبار ذلك من التدخلات الحكومية في الكرة المصرية دي هم جزئية شغلة الاتحاد كرة القدم لإن المفروض اتحاد كرة القدم يعمل أولا على تسكين لجنته أو تسكين نفسه في المكان اللي هو فيه لقبل ما يختار ده مش وقد بلع من جزئية مهمة أنت بتكلم على المدير الفني طيب من هختار المدير الفني؟ الوزير هختار المدير الفني؟ ما ينفعش برغم إنه لعلمي يعني بيحاول يفرض شخصيات معينة أو يحاول أن يتكلم على شخصيات معينة هو يرى في نفسه إنه هو مثلا أحد أسباب ما جيه أحد المدير الفني السابقين اللي عمل نتاك كويسة مع المنتخب مصر في مرات سابقة هو يتمنى عودته مرة أخرى هو يتشيع لذلك الكلام طبعا نسفة أهماني أنا بقول إيه تمام؟ لكن الإدارة للاتحاد نفسها الفترة القادمة هو في مشكلة مش هتمشي كده أنا أقولت لك حضرك الكواليس هو الكواليس إيه؟ من يدير الاتحاد كل القدم؟ هل سيتم الدعوة؟ تبقى للعايحة المدير التنفيذي مدير التنفيذي المدير حتى هذه اللحظة لكن المدير التنفيذي دولاتي عايز يعمل لجنة عشان تجيب حد يبقى هو المدير الفني المنتخب مصر هو مش اختار بنفسه لأنه هو خايف اختار بنفسه ليه؟ لأنه اختار بنفسه المدير الفني وعمل نتاك وحش مين لها تحمل مسؤولية؟ هو هو مش عايز يتحمل مسؤولية اختيار ربما يكون خاطئا أنا بقول الكلام ده عافية الكواليس محدش يعرفه طب قبل ما نخش على فكرة المدير الفني تم تيجي الأول نعرف المشاهد إيه الاستحقاقات القادمة المنتخب مصر عشان تبقى عارفة المنتخب مقبل على إيه ده عنده حاجات كثيرة جدا عنده تصفات إفريقيا المرهلة اللي كان 2021 في الكاميرو وعنده تصفات كاس عالم هتتلعب في شهر 11 يعني أنت بتتكلم وعنده تصفات كاس العالم مهمتين جدا اللي هم البطلتين أساسيتين اللي أي منتخب بيسعى إليهم اللي هو كاس عالم وكاس أمم فهو صار وقت سوي لما الحفظ الألقاب خايف يختار لجنة فنية أو خايف يختار المدير الفني ربما يتم تحميل المسؤولية في حالة الإخفاق والفنش فبالتالي يحاول يعني يتم وضع لجنة بالمساعدة أشخاص آخرين لجنة فنية مكونة من يقال أسماء حاول أسماء معلش كابتن عالبو جريشا والكابتن طه اسماعيل والكابتن طه رابوزيد ربما وحد من الزمالك ربما يتم من خلاله مختيار المدير الفني بزبط المدير الفني حتى يتم مختيار السليم طبعا في الحالة دي يعني أقول لحضرتك هو اللجنة دي من الممكن أن تختار مدير فني وطني أنا عن نفسي بتكلمك عبد المنعم فهمي أنا أتمنى أن يكون المدير الفني القادم أجنبيا لأنه في المرحلة دي تحديدا محتاج المدير الفني أجنبي بعيدا عن أي مهاترات ومشكلات خلينا أقول لك على حاجة مهمة جدا قبل حاجة مهمة طبعا نروح لفكرة المشروع طبعا هو ده المشروع كنت أكلمك فيه دولاتي أنت لو بصيت من سنة 98 من أيام فوز الجهر اللي أرحمه بكسر مما أفريقيا 98 فكرة حضرتك طبعا لو بصينا الأجيال دي من 98 حتى هذا الجيل الحالي لا يوجد كادر واحد يستطيع أن يدير منتخب مصر إلا بعض الأسماء البسيطة جدا هل يعقل يا أستاذ محمد أن كل هذه الأسماء السقيلة والرنانة من 98 وحتى هذا اليوم لو يوجد كادر أو 3 كوادر موجودين طبعا أنت مش أقول أسماء زي متفاقنا أنا أحب جدا وأنا أتكلم في أي موضوع أو أي عضية مطرحش أسماء لا بالإيجاب ولا بالسلب بس أنا في الحالة دي أنا ما بطرحش أسماء أن أنا أقول دولة هيبقوا مدير الفنين أنا أتكلم على كوادر المفروض إحنا في مصر إحنا دولة مؤسسات ودولة كوادر ودولة تضم بسم الله ما شاء الله 110 مليون مواطن فبالتالي أقول لك بس قصدي قصدي إيه أن أنا أتكلم في المشروع العام أو الفكرة أو المعايير اللي ممكن تنجح الكرة المصرية أو تنجح منتخب مصر المعايير الأساسية معايير مهمة جدا اختيار المدير الفني الأجنبي أو المصري اللي يكون عنده طموح أنه هو يعمل حاجة شكل لمنتخب مصر ويعمل حاجة مهمة لمنتخب مصر ويخوض بها بطولات بشكل معين ما ينفعش ما ينفعش مثلا أجيب مثلا واحد لمصالح شخصية يعني أول حاجة أول حاجة طموح بص أنا أقول الكلام ده على مسؤولية على فقناة النادي الأهلي أن معظم المدينين الفني معظم وليس كل المدين الفني الأجانب الذين جاءوا لمصر جاءوا بصمصرة أنا بتكلم على مسؤولية الشخصية الجزئية دي يعني أنا اللي بتكلم أنا بتكلم خلي بالك خلي بالك خلي بالك أنا 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 كتبت في هذا الباب في الأهرام الرياضي خمس حلقات وست حلقات تمام والحمد لله ما في واحد يدري رد علي بإن إن كده اللي بتقوله غلط لأن أنا عندي مستنات وعندي دلال وعندي أدلة وبراهين تقوله على كلامك المعياري التاني أنت قلت أول حاجة الطموح الطموح نمر أتنين عدم التدخلات في الأمور الفنية يعني عدم فرض الوصاية أو الوصاية على المدير الفني الموجود سواء سواء مدير فني وطني أو مدير فني أجنبي أن يعمل في صمت وأن يترك يعني طالما اخترته فلابد أن يكون لديه كل الثقة لاختيار كل جهاز الفني بتاعه تحدد له أهدافه طبعا تحدد له أهدافه ما ينفعش أقول له خد فلان وخد علان وخد مش عارش تعيبة تحدد أهدافه وهو بيدير المنتخل هو ما هو بيقول له اختر الجهاز ما هو خلي بالك معه أنا بيقول له خد الجهاز معك ده يعني مثلا سلجاد وإيه اللي جاب سلجاد أنا أصد البطولات المقبل عليها يعني عنده بطولة مثلا 2021 عنده تصفيات كاس العالم يا سيد محمد السيد محمد يكون جيل أساس نجاح نقطة من نقاط نجاح أي شخص في أي مكان إنما أتدخل في أموره الشخصية واتدخل في اختيارات لعيبة وتدخل في اختيارات أجهزة مساعدة فكل هذا الكلام يؤدي إذا كان كمان ده المشكلة الكبرى والطامة الكبرى إنه جاي باختيارات عشوائية وليس فيها أي منطق وليس فيها أي عقل أنت محتاج مدير فن أجنبي عنده كارزمة عنده شخصية قوية لا يقبل تدخلات في شغله ولا يقبل تدخلات ولا إملاءات ولا أي شيء من هذا القبيل إنت عندك الإدارة اللي تعمل ده إحنا محتاجين لأول إدارة تعمل ده ما عندناش أنا بقول كلام ده على مسؤولية الإدارة الموجودة في الكرة المصرية سواء الموجودين سواء السابقين أو سواء حتى ليجوا ما عندهمش الحقصة دي إحنا عندنا أهم حاجة عندنا أن أبان في الصورة أنا لازم يكون ليه تدخل أنا جبت فلان أنا جبت علان يعني ما فيش إنكار ذات فإن إنكار الزات أنا نفسي حد يعمل حاجة لله ليس حاجة لله أبدا كل حاجة للشخص وكل واحد عايزين من حاجة يظهر فيها وتصور وأنا اللي عملت وأنا اللي مش عملت من هنا من هنا الأولمبياد توكيو في الصيف اللي جاي حوالي 8 شهور أو 9 شهور هل أنت مع وجهة النظر اللي ممكن يبقى فيه انتخابات لمجلس جديد يدير الكرة المصرية لا ما هو بعد اللي هيحصل أنا قلت لك السيناريو أنت بشو أخذ لبالك السيناريو اللي هيحصل واللي بيحاولوا أنه يحصل أنه ينتزعوا موافقة اتحاد الدولي على لجنة تدوير الكرة المصرية حتى الأولمبياد دا كلامة تقولك لا وجهة نظرك أنت شايف الأفضل لجنة تدير لغاية أولمبياد توكيو ولا يتعامل انتخابات لغاية أولمبياد توكيو لا ما هو كده أنا وجهة نظر أن اللجنة تدير أحسن طب اللجنة اللي هتدير تعدل في ليحة النظام الأساسي اه تعدل دا فيها مشاكل كتيرة جدا تعمل لجنة لجنة الكرة بص أنا والله لا يعانيني الأفراد بقدر ما يعانيني الالتزام التام والضمير الحي والسيستم دا السيستم دا من اللي بيضعوه؟ الأفراد لابد أن يكون السيستم موافقا للطبيعة والضمير والمنطق إنما السيستم اللي بتحطى معلأسف الشيء دي سيد محمد بتحطى حسب الأهواء الشخصية وحسب المصالح الشخصية وده اللي بوز الكرة مصرية أنا متفائل وعندي حساسين الفترة جاء كون أحسن من اللي فاتت إن شاء الله عشان محتاجين الفترة أنا كده مش متشائم برضو أنا متفائل بس أنا بقول الحقائق الموجودة اللي الناس لازم تاخد بالها منها إن أنت عندك سلبيات لازم تاخد بالك منها طيب مهم جدا أعلن قيمة الأهلي إن خلاص الأهلي أنهى التدريب الأساسي أوابل السفر لبرج العرب مرتن للصارتي المدير الفني أعلن قيمة الفريق اللي تتجه إن شاء الله في هذه اللحظات إلى الأسكندرية للدخول في معسقر المغلق في برج العرب استعدادا لمباراتين مبارات المؤولين ومبارات الزمالك في ختام جدول الدور العام ومسابقة الدور العام حيث تقام مبارات الأهلي والمؤولين مساء غدا إن شاء الله على استاد برج العرب ثم مبارات الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري قيمة الأهلي جاءت على النحو التالي حسام عشور أحمد فتحي محمد نجيب عمر السلية هشام محمد رامي ربيعة رمضان صبحي محمد هاني باسم علي علي معلول جونير أجيي حسين الشحات حمدي فتحي صالح جمعة علي لطفي مصطفى شبير أحمد الشيخ محمد الشناوي أيمن أشرف وليد سليمان وليد أزارو جيرالدو ناصر ماهر مروان محسن وأحمد طارق وياسر إبراهيم قيمة النادي الأهلي المتجهة إلى الأسكندرية لخود هذا المعسكر وهزين المباراتين 26 لاعب استعان بيهم ماركت لصرتي كتير شوية عشان هتتضرب هناك هو كده بيعتبر أنه في معسكر تدريبي هناك هو 26 ليس مباراة واحدة عشان بس ينضح لناس هو الأهل عيسافر النهاردة عنده مباراة بكرة الأربع تحسب الله أي ظروف تحصل في تمرين الخميس في تمرين الجمعة تدريب في برج العرف عشان جدا مسافر بـ 26 ده شيء كويس جدا أنت حسب الله الظروف والله أحد ما أضمنش الظروف عاملة إزاي لكن واكتمال الصفوف ده حاجة كويس ده حاجة تسعى للجهاز الفني بص أنا دايما لما بيجأتكلم في جزئية اختيارات اللاعب أنا بتتمنى دايما أو أركز دايما على قصة أن يكون اللاعب يحالفه التوفيق في يوم وبراء أي لاعب في الدنيا إذا لم يكن يحالفه التوفيق في يوم وبراء كأنه مش موجود بالزبط ولا مع حاجة تاني الجهاز الفني لما بيختار أي قايمة وجهة نظر فنية مواضية ده شيء موكل صح كده أو هو المسؤول هو مين المسؤول عن لدارة فنية المدير الفني فلا بد أن يكون بس أهم حاجة يكون واقعي في اختياراته مش اختيارات أنت كمان مرتبط بحاجة أنت مرتبط بحاجة كمان ليه أجري أجري فشل في منتخب مصر ليه لأنه مع الأسف قيل بعد ذلك أنه حاولنا نضم عناصر بس هو رفض يعني عايز تفاهمنا ان اختيارات اللي تمت دي تمت من دماغك أنت طيب يبقى أنت فشل يعني خلي بالحضرك قيل بعد كأس الأمم الأفريقية أن اللاعبين الذين تم اختيارهم تم اختيارهم عن طريق أجري وبالتالي هو المسؤول عن اختياراته طيب الجهاز الفني المعاون كان فين يعني هو الجهاز كان دوره ايه يعني دورك انت ايه بدورك تقوله واحد اتنين ثلاثة أربعة لو هو اقتنع بكلامك أهلا وسلم ما اقتنعش بكلامك هو ما عندهش فكرة لأن فيه لعبة أصلا لم تكن تصلح أن تنضم إلى منتخب مص وتلعب من الأساس احنا مشكلتنا أنا كنت هنا في القناة كان الأستاذ أمير وقلت له عندنا كوارث دفاعية غير طبيعية وقلت له عندنا في القلب فيه مشكلتين الناس مش وقدبالها منها يا جماعة والله وحذرت على القناة وقلت أنه عندنا مشكلة نلعب أحمد حجازي وحمود علاء جمع بعض الاتنين لعبهم متشابه وذا لعب الاتنين المتشابهين جمع بعض فبيعملوا أداء متشابه فبالتالي ضربهم بيكون سهل وده اللي حصل في ماتش جروب أفريقيا لو تفتكر الهدف اللي جه ده الاتنين اتضربوا الاتنين أصلا سابقين أماكنهم كان مفروض نلعب بحد يختلف تماما عن أحمد حجازي وليكن بهر المحمدي في هذا اليوم طبعا الحصل حصل لكن في أمور فنية لازم ناخد بالا من حاجات بسيطة دايما من نقع فيها ودي خطأ مستمر ودائم في منتخب مصر أن دايما إحنا لا نركز على هذه الأشياء اللي يعني محمود علاء هدف الدوري زي الفل ولعب كويس جدا لكن في بعض الهوفوات الدفاعية ما ينفعش مثلا أخده وهو نفس القصة شبيه في أداء أحمد حجازي ما ينفعش حطه الاتنين في مكان واحد حتلاقي التفكير واحد والتصرف واحد والخطأ واحد أنت لازم تخلي بالك منها وفين الناس الفنية اللي بتتكلم جهاز الفني اللي موجود في منتخب مصر كان فينه الكوارس دي بتحصل كان فينه اللعبة في أول ثلاث مباراة ما كانواش في حالتهم خلي بالك حين كنا نكسب يعني بدعاء الوالدين فين الحمية فين الحداشر لاعب اللي هم اللي مفروض يأكلوا النجيل عشان يوصلوا بمنتخب هم كانوا عايزين يوصلوا للنهائي بالشكل ده لا طبعا ده اللي حصل ده رحمة من عند ربنا من أنه نوصل لدورة 16 الدروس المستفادة من بطولة إفريقيا لأمم تحديدا على مستوى المدنيين الفنيين اللي كان بيقودوا بمنتخبات صغيرة في الكورة لكن قدروا يعملوا نتائج حيرجعنا نقطة تكوين الكوادر من 98 و 3 تاني وبركز على الكلام ده احنا ما عملاش كوادر يا جماعة نبص بس نقطة أكمل نقطة أكمل نقطة جابت مداربين أجانب مش من عندها ماشي مدير الفني الأجنبي فيه بلاد بتحب تجيب أجانب عشان خاطر تكوين نفسها الأول تعمل نفسها كوادر تدريبية ما هو تيروس زينا تونس شبهنا هتكلم على تونس تونس شبهنا احنا بنعمل يعني تونس شبه مصر في حاجات كترة جدة حتى لا ده لم يكن مقنعا هم بدخلوا في المباراة وكان في خلافات وفي مشاكل من بين الجهاز الفني واللعيبة هم وصلوا بس كده بشكل يعني فيه بعض التوفيق شوية لكن لما تيجي تبص شوية تلاقي مثلا المنتخبات الناشئة بيجيب مدير فني أجنبي عشان خاطر يعمل خطط مستقبلية تمشي على أساسها طبعا أنت عندك السنغال الراجل بقى لهم بقى له أجر أربع من خمس أربع خمس سنين وشكال بشكل كويس جدا الجزائر فطنت إلا أن جمال بالماضي هو الأنسب للمرحلة دي وعمل مباراة رائعة مش رائع أوي يعني بس هو أفضل وحشين وخد البطولة إحنا فين إحنا كمنتخب مصري فين فين الأسماء البارزة اللي تقود منتخب مصري ما الاحترام الكامل لكل أسماء الموجودة أنا شايف أنه ولا حد فيهم ولا واحد فيهم يصلح وجهة نظر الشخصية فين من 98 تاني حولها تاني من 98 حتى هذه اللحظة 70 لاعب يا أم اشتغل في الإعلام قال لك يا عم أنا هلسة حوجع دماغي ويشتموني جمهيرتي بشتمني ويحمل المسؤولية أشتغل في الإعلام ألبس البدلة الشيك وروح بالعربية تجيبني وتوديني وأنا بدل الناس بتشتمني أنا أشتمي الناس أو أنا أتكلم عن الناس أو أنا أنتقد الناس ما ديش حقيقة محظم لعبة مصر أشتغلوا في الإعلام يا إما في الإدارة يا إما في التسويق يا إما في الإعلانات يا إما ارتضوا بحلو من اللعبة يضربوا في الدرجة التانية يعني فيه لعبة أفزاز وكبيرة جدا أتكلم عن إدارة فنية في الإتحاد تحط معايير وتعمل رخص تدريبية وكمان طموح مدربين فين طموح المدربين وتعد كذا كادر كمشروع للتدريب في الكرة المصرية وكما للمنتخبات المصرية المفروض بس برضو يتم بشفافية يتم بلاش وسطة أنا بيحب فلاني ما هو خلي بالك كل أمور بتتكشف يعني أنا لو لعب كرة وسطة ولعبت في كرة في الملعب ما هيبان على إن أنا وسطة مش هيبان ولو مدرب فني بيبان اللعيبة بتفضح خلي بالك اللعيب نفسه وانت عايز تعرف مستوى مدرب فني اسأل اللعيب كور يقول لك يا راك ما تسألش غير لعيب كور لأنه هو اللي بتلقى زي المدرس تسأل التلميذ يقول له ده مستوى ما تسألش إن هو قاعد بيشرح في العسطة أو بيزحح أو بيخبط في الطرابيزة ويضرب العياب بالعصايا لا اسأل الطالب قل له عاملين المدرس معك واسأل اللعيب قل له عاملين المدرس فني معاك حتلاقيه تجاوب أقول لك آه ده أشياء كويس ده أقول لك ده ما عندوش فكرة لو قال لك ما عندوش فكرة ما عندوش فكرة بالفعل إلا بقى لو كانوا بتكلم كلام مش حقيقي فعايز تعرف تقيس مستوى قيس مستوى لعيبة قيس مستوى ما تسأل بس أهم حاجة بشافية أنا بركز عكمة شافية لأنه ما عندناش شافية دي ما بنلاقيهاش ولو لقناها بنلاقي أصحابها مش موجودين على الساحة بعيدين عن الساحة للمصالح بتتصالح زي ما بقوله طيب احنا شبكة من المصالح والله والله هذا الكلام على مسؤولة ما حدث في كاس الأمورة الأفريقية ده عقاب إلهي لتفوير الكرة المصرية لتفوير شوف أنا أقول لك لتفوير انصف حمامك القديم بكل ما فيه طيب بالأمس كان فيك تماع لعدد من أنداف الجمال ومية قسم الثاني والثالث بخصوص لايحة النظام الأساسي وتعديل عدد شكل المسابقات في الفترة القادمة عندك تفاصيل عن نهاية هذا الاجتماع ممكن يكون فيه جماعية ومية ده لسه يوم لتنين مهورد الاجتماع يحصل فيه جماعية ومية غير عادية فعلاً لا تحصل هذا ما تردد خلال الأيام الأخيرة واحتمال كبير جداً طبعاً أنت عارف يحصل نوع من التشفي يحصل نوع من الحاجات اللي كانوا غير راضين عنها يحصل فيها تعديلات هذه الأمور نتمنى أن تكون برضو فيها شفافية عشان خاطر ما يكونش رد فعل أو عصبية أو رد فعل عصبي ده ممكن يسيء إلى الكرة المصرية أكتر أتمنى ذلك أن الهم تم اختيارهم أن يتم من خلالهم تكوين ليحة تليق بالكرة القدم المصرية وتكون في مصلحة الكرة المصرية وليس في مصلحة الأشخاص خلي بالك معايا أنا بقول لك أنت بتتحك لا أصل الفترة الجاية محتاجة إن شاء الله تكون في جوادر كويسة تدير الكرة المصرية هي فيه هي فيه لا فيه إن شاء الله فيه فيه أنا عايز أدي جرعة التفاول بس اللي جاي إن شاء الله يبقى أفضل بيزدل ما هو إحنا جرعة التفاول دي إن شاء الله اللي عاملة إزاي البالونات لا إن شاء الله الجاي أفضل بيزدل ده إن شاء الله في جزئية مهمة بقى في جزئية مهمة أختم بها كلام معاك تصفيات كاس العالم إن شاء الله يوم 29 سبعة في مصر تمام؟ مهم جدا في التصفيات استضافة القرعة القرعة التصفيات أصدقيا قرعة التصفيات هتكون في مصر إن شاء الله يوم 29 سبعة في جزئية مهمة جدا وإنت بتعمل التصفيات دي للمرحلة القادمة تصنيفك لازم يعلى للي بعد أم أفريقيا على فكرة النهاردة كان نهاردة 23 سبعة بعد حوالي 5-6 يام هيتلع التصنيف الشهر التصنيف الجديد متوقع أن المنتخب يتراجع بعد الخروج من دور الستاشر تراجع التصنيف ده هيأثر عليك وإنت بتتحط في القوائم المنتخبات اللي هتلعب المرحلة التالية وهترجع تاني خلي بالك النظام الأساسي القديم بتاع أيام برادلي برادلي عمل ساعتها نذكر الناس برادلي عمل نتائج لم تحدث في أي منتخب في العالم شوف في العالم الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بس نهايته مع الأسف كانت نهاية سيئة لغاية طيب التصنيف ده مهم جدا للمنتخب الوطني طبعا مهم بس أنت هتصنف إزاي بس أنت عندك أجندا في شهر تسعة تمام أنت عندك أول أجندا للمنتخب أول تسعة ومحتاج مدير فني قبل شهر تسعة إيه اللي بتطلبه بالنسبة للمنتخب في الفترة الجاية أو أنت كصاحف بتركز عليه وأنت بتتكلم عن المنتخب عشان موضوع التصنيف اختيار مدير فني بس مش يحصل دلوقتي خلي بالك بق ما أنت كمان هتلعب مع موضوعات ودية في الأجندا عشان تعلي تصنيفها محتاج مدير فني وده مش يحصل دلوقتي ولو حصل باستعجال هيحصل الأسماء اللي الناس عارفاها والأسماء اللي احنا عارفاها دي ما إيما ما عندهاش إيما شطبت إيما خلصت إيما عملت يعني تاريخ مع الأندية بس مع المنتخبات لأ ولو مسكت منتخبات مسكت منتخبات بشكل يعني ما كانش المرضود على المستوى المطلوب لا إحنا مش هنجرب أنا مفعش أتجرب مع المنتخب لازم أجيب مدير فني عالمي الوطني عندي ما عندش بالصيغة العالمية الصيغة العالمية اللي عندي تصديفه الكبير آي نعم كل حاجة تمام تمام لكن الأمور اختلفت تماما دوني اتغيرت اللعيبة مش مش هي اللعيبة التعاون مع اللعيبة مش هولادك اللي كانوا معك فالفين وثلاثة اللي هم يداروا يكملوا معك بعد كده لا إنت دلوقتي بتختار في لعيبة القماشة صعبة شوية الدنيا اتغيرت مش لعيبة بتدار تمشيهم زي ما انت عايس ولادك اللي انت مطلحهم الأمر مختلف مش مش حماس بس ومش عصبية علاقات شخصية علاقات دولية كل كلام ده الناس فهماني أنا بقوليه أنا مبلتزم بخط القناة أنا مش هتكلم عن أسماء لكن لكن لما تيجي تختار تختار السيفيل قدامك الأصلح للكرة المصرية فن السيفيل أصلح للكرة المصرية كل واحد ليه مسالب وعيوبه أكتر من مميزاته المميزات قليلة جدا تلحق لما تختار مدير فن العاكيد طبعا تلحق تعدل أو تزبط التصنيف بتاعك قبل مرحلة الأخيرة اختار بقى فرق صغيرة أجندة دولية فرق على قدك فرق من ولو أن الكرة الأفريقية مستوات عالية احنا شفنا برغم أن فيه ثمن فرق خرجوا مدرورة لكن برضو مستوات عالية احنا اللي بنتأخر على فكرة احنا بنتأخر احنا المفروض احنا نتقدم يعني مش عارف ليه ما نكونش في المرتبة دايما المرتبة الأولى بس بحق وحقيق مش بمجرد ترشحات احنا دايما بنترشح في رقم واحد وليفول ون ومش عارفه لكن تيجي على الأرض الواقعة تلاقي الأمور مختلفة تماما تلاقي الأمر مع الأسف الشديد حتى النجوم اللي انت بتعول عليهم بتلاقيهم مش خارجين عن مستواهم النجوم يعني نجومك يعني انت مع الأسف حتى النجوم بتوحك ما بتعرفش تتعامل معهم يعني انت ربنا كرمك بوحز محمد صلاح لازم نقول محمد صلاح كيفية التعامل لا أنا بتكلم عن محمد صلاح نجمل عالمي ده رجم عالمي ومصنف ثالث على العالم باعتراف كل هل تتخيل أن الكرة المصرية مش عارف تتعامل محمد صلاح حتى الإعلام برافش تتعامل معه ده موضوع عيسي يا جماعة الأمر اختلف يا جماعة محمد صلاح غير بتاع طنطة غير بتاع اسمصون غير بتاع الباولين ده حاجة تاني ده مؤسسة مشية تمام سأل منعي فهم أنا بشكرك شكرا جزيلا ودائما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفترة قادمة تكون قويسة لنسبة القرى المصرية وان شاء الله اللي جاي يكون أفضل للقرى المصرية لاني بالتأكيد القرى المصرية تحتاج جهد كبير عشان تحتاج ضمائر ضمائر سليمة للصاحل العام وللصالح الشخصية بس هم من أي شي بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا مرت الله صارت اختار قائمة بـ 26 لعب عنده مباراتين وعنده تدريبات في برج العرب فبتأكيد محتاج فترة وقت مع عدد من اللاعبين عشان يدعي نجهز المباراتين مبارات المولين بكرا ان شاء الله كل حاجة في أقدام لعبي النادي الآلي يدروا ان شاء الله بإذن الله بعد صفيرة الحاكم والتسعين دي ما تمتهى والآهل يحقق نتيجة الإيجابية نحتفل كلنا لكن حتى هذه اللحظة لسه الدوري في الملعب لسه الكورة داخل الملعب وعلى الورق لسه ما فيش حاجة حسمت ان شاء الله في ظهر الفري وفي ظهر اللاعبة والجهاز الفني نتخطى هذه المباراة ثم مبارات القمة والأخيرة في نهاية المسابقة وان شاء الله نبارك ان شاء الله بعد هذه المباريات ونستعد كمان بقى للمشوار القادم لان الوقت عيبادية ودائما كده في الصفحة ونفتح صفحة موسم جديد ان شاء الله يكون كله امتصارات وبطولات شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على كير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة اشتركوا في القناة